بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ على بركة الله من اليوم الخطوة الأولى إلى رئيس مصر انتخاب رئيس مصر الهاية الوطنين الانتخابات النهاردة عملت اجتماع مجلس الإدارة برئاسة المشار وليد حمزة رئيس الهاية الوطنين الانتخابات عشان نبدأ اجراءات وترتيبات وهنعمل ايه فيه من هنا إلى حين اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة بإذن الله سيدة المتشار وليد حمزة أولا مساء الخير سيدة يا فندم احمد بي انا برحب بالسابتك وبالسادة المشاهدين ماذا عن اجتماع اليوم هي البداية النهاردة تمهيدا للإعلان عن خطوات متعلقة بإجراء الانتخابات حضرتك ان شاء الله يعني هو طبعا الإجراء اللي تم النهاردة هو في البداية بيعكس مدى اهتمام أجهزة الدولة في التعاون التام مع الهيئة الوطنين الانتخابات في تزليل أي عقبات فالنهاردة البروتوكول زي ما سعدتك قريته تبعت كان الغرض منه والاستفادة من البنية التحتية والانتشار القوي لحيئة البريد في مختلف أنحاء الجمهورية هيئة البريد هتعمل ايه؟ يعني ايه دورها هيكون ايه بالنسبة لانتخابات؟ هيئة البريد فاندم دورها هيبدأ ان شاء الله قبل الانتخابات انتعرف حارتك ان احنا عندنا بعض المعدات والمستندات والأجهزة بيتم ان احنا بنحتاج منقلها لأماكن بعيدة للتعامل أثناء الانتخابات اه فهي هتتولى هذا الأمر هتتولى هذا الأمر فإحنا كده ضمننا جودة الخدمة والسرعة في التنفيذ زي ايه؟ ايه الأجهزة والحاجات اللي ممكن تنقل الى؟ هتنقل اللي جاني ولا تنقل المدارس ولا تنقل لفين؟ لا يعني انا مثلا فاندم في البداية ان شاء الله لما هنبدأ في العمل مع الشهر العقاري أثناء تحرير التوكيلات المطلوبة فيه أجهزة الخاصة بالتابلت وبعض الأجهزة الخاصة بالكمبيوتر بيتم نقلها لمكاتب الشهر العقاري اللي هيتم الاعلان عنها أحيانا في بعض المسانات بنحب نبعثها لبعض المحافظات قبل الانتخابات ان شاء الله طيب سيد المشهر وليد تسهيل الناس يعني الناخبين النهاردة إيه اللي جرات الهيئة بتشتغل عليها دلوقتي عشان أساعد الناس أكبر عدد من الناخبين يروحوا اللي جان أو يقوموا بيه يعني ممارسة حقومة دستورة في الانتخاب والله يا فندم احنا طبعا انا سبق ان انا اعلنت ان طبعا مجد الزرارة الهيئة هو اللي بيضع الخطط الهيئة بتقوم بيها فيحنا حطين السنة دي ان شاء الله فكرة كده بإذن الله كان الطبيعي ان حضرتك الناخب لما بنبدأ فتح باب الانتخابات بيقدر قبلها انه بيدخل يعرف موقع اللجنة وعنوانها الجديد المردي ان شاء الله انه بعد ما هيستعلم ببطارة رقم القومي هيقدر انه يوصل لموقع جغرافي او الليكيشن بتاع اللجنة فيقدر انه من خلال الموبايل بتاعه انه يقدر يصل الى اللجنة بسهولة ان شاء الله النهاردة انا عندي قاعدة بيانات كم واحد لهم حق الادلاء بأصواتهم بأصواتهم احنا النهاردة فندم يعني بنقرب من حوالي ان شاء الله هنعدي ستين مليون ان شاء الله